ما فيش يوم بيعدي على حد فينا من غير ما يقول ايا ضهري انا ضهري وجعني جدا النهاردة انا مش قادرة من ضهري بس مجرد ما بريح ضهري او اغير الوضع اللي انا عليه لو وقفة اعود لو قعدة اقف الالم ده بيروح تماما دي اللي بنسميها الالم الميكانيكية اللي بتحصل اسفل الظهر ميكانيكية يعني نتجة عن قعدة غلط قعدة فترة طويلة مثلا على مكتب وقفة فترة طويلة عملت مجهود عملت حركة غلط فنتيجة الاجهاد ونتيجة ضعف عضلات الظهر بيحصل الالم ده اللي هو الالم الميكانيكي اسفل الظهر اللي بمجرد ما بريح ضهري الالم بيروح تماما لكن الاخطر والاهم لما الالم اسفل الظهر ده بيكون مزمن مزمن يعني بقاله فترة اكتر من ثلاث شهور ما بيتحسنش تماما غير كده بيكون سن المريض في الحالة دي اقل من خمسة واربعين سنة وبيكون الالم ده معاه تيبس يعني تخشيبة او الحركة فيها محدودية فأسفل الظهر ففي الحالة دي ده بيكون جزء من مرض روماتيزمي مناعي بنسميه روماتيزم أسفل الظهر اللي هو تيبس الفقرات المناعي اللي اسمه العلمي مرض انكيلوزنج سبونديولايتس حيباتي قلت تي حاجة خمسة واربعين يعني اللي فوق الخمسة واربعين ما جلهمش المرض ده هو بيجي في سن صغير او بيبدأ في سن صغير لكن مع اهمال الحالة مع تدهور الحالة بيحصل بيزيد التيبس اكتر مع تقدم السن لكن اكتر ناس بتتصاب او بتتأثر هم اقل من خمسة واربعين يعني تلات في التلاتينات في العشرينات دول اشهر ناس بيجي لهم تيبس الفقرات المناعي اللي هو روماتيزم اسفل الدهر وممكن حد ما يكتشفهاش غير مثلا عنده خمسين او ستين سنة للأسف هي لان المرض غير معروف فالعيان بيتغاضى عن الالم وعن التيبس فهنا بيبقى دور طبيب الروماتيزم في التشخيص المبكر للحالة الاكتشاف المبكر في سن صغير بيحمي المريض من تدهور الحالة مع تقدم السن تدهور الحالة اللي هو التيبس التام او تصلوا بالعمود الفقري اللي بيبدأ من اسفل الظهر وممكن يمتد فيما فوق لحد الرقبة لدرجة انه بيوصل لمحدودية تمة في الحركة لا يقدر ييجي مين ولا شمال ولا يميل ساعات حتى لما بياخد من اسفل الظهر ويقعد يمتد مع تقدم السن بيخلي العيان لحد ما يوصل للرقبة بيخلي العيان لما ييجي يلف او يبص على حاجة بيبص بحركة العين لان الرقبة كمان ما عادتش بتتحرك انا اعرف منين انه اللي عندي ده روماتيزم في اسفل الظهر او ولا عمود فقري ولا حاجة تانية ولا حاجة تالتة ولا اعصاب ضغطة على عمود يعني اعرف منين تمام الالم العادي اللي قلنا عليه في البداية اللي هو اللي ناتج عن قعدة او حركة غلط او مجهود ده مجرد مريح ظهري افرد ظهري ااخد دوش مياه سخنة او بيروح تماما او لو استمر معايا يوم او يومين بلجأ للطبيب تحت استشارة الطبيب باخد مسكن وباصة عضلات والالم بينتهي تماما لكن الروماتيزم اللي بيجي اسفل الظهر اللي هو التيبص الفقاري العكس تماما لما ريح ظهري لما المريض يريح ظهره الالم يزيد يبدأ يقوم يمشي او يتحرك في يعني مع الحركة التيبص يقل والالم يتحسن اذا هو بيتحسن مع الحركة على عكس الالم العادي اللي هو الميكانيكي او الالتهاب العادي لا ثانية واحد شانا عايزة افهم النقطة دي يعني دلوقتي لو مريض بيتحرك او والالم بيقل مع الحركة ما يبقاش روماتيزم تمام لا العكس لو الم عادي نتج عن مجهود عدت كتير النهاردة وقفت كتير النهاردة مجرد مفرد ظهري الالم بيروح تماما هي ممكن يكون اجهاد عادي تمام او مثلا ضعف في عضلات الظهر عملت حركة غلط دي اللي هي الميكانيكي الالتهاب الميكانيكي اما المناعي اللي هو التيبس الفقاري العكس لما ريح او نم على ظهري يزيد الالم اما اوه ممشي او تحرك يقلل الالم لانه بيبدأ يفك التيبس اللي حاصل بين الفقرات والالتهاب اللي هو مسبب في محدودية الحركة يعني اللي بيتحرك فيه شخصي بيتقلم لما يتحركوا الالم يقل يبقى دا المناعي التيبس الفقاري تمام